السلام عليكم ومرحبا بكم على قناتنا الإخبارية الحديث لفيك كيف متعودتم في كل يوم معنا أخبار وأحدث جديدة ومتنوعة اليوم باش نحكيه على تهديدات لقاتة طول رئيس الجمهورية من عبدالتيف العلوي لقال هذا ما سنفعله إذا رفض رئيس الجمهورية الإمضاء على قانون المحكمة الدستورية للمرة الثانية وكتب النائب عبدالتيف العلوي يسألني الكثيرون ما باستطاعتكم أن تفعلوا الرئيس إذا رفض إمضاء القانون من جديد الجواب لا شيء ولا نحتاجه لنفعل أي شيء له لأنه هو من سيفعل بنفسه كل شيء لا أحد سيقتحم عليه قصره بالجيش والدبابات ليجبرها على احترام الدستور لكنه سياسيا سيفعله بنفسه أكثر مما يمكنه أن يفعل الجيش والدبابات شوفك الكلمة ممتعها مقويه وشوفك التهديدات ليوصلوا فيها والله هي شيء كبير معتشف ما هيب للدولة معتشف ما هيب للرئيس اللي حكرا سيقوم يهدوا اللي حكرا سيقوم يجتمي خي نرمال ومخصيب هذوم الكل يتحاكموا راهي حرية التعبير كما ما عندها حدودها سيثبت مرة أخرى لكل العالم وبوضوحة أشد ولا يقبل التأويل هذه المرة أنه خارج عن القانون خارق للدستور خرقا جسيما وأنه فقد أهم واجب يكتسب منه شرعيته حماية الدستور سيحرج أكثر من تبقى من مؤيديه وكلما ازدادت عزلته السياسية ازدادت عملية القفز من مركب المثقوبة ستدفع العزلة إلى مزيد من الأخطاء ومزيد من التصريح بكل ما يحمله من نوية فسدة كله حتى الآن يجهد نفسه في محاولة إخفائها أو تلبيسها على السدج المخدوعين باختصار سينتهي سياسيا وسيخرج نفسه نهائيا من معادلة الحل في هذا البلاد حتى وإن بقى يصلي كل يوم في الجوامع ويخطب في الثكانات ويلوح بقبضته المعروقة في وجوهنا في الأعياد والمناسبات هذا كل شيء شوفك التهديد ونقوله يحيا قيس سعيد ويصلي وين ما يحب ما تنسوش لايك وبيبا